السلام عليكم في الفيلم سيبدأ مع احد طاليب اسمه اكي هذا اكي لم يحمل احد في المدراسة و لم يتعرض للتنمر وفي نفس المدراسة التي تقرأ فيها كان احد الويد اسمه مايكل وهذا مايكل سيضارب مع الدلالة غير علاقب لها لانه لم يحمل التصرف الذي يديره من الذي تخاصه معه مطلع الاسطحة المدراسة هو يريح من بعد جاءت عنده اكي و قلت يشوف و شقريب ستموت لان مايكل مريض بالقلب والجواب سيكون هو ما عارف كيف ستبعده و بعد كل اللحظة ستمشي عنده تجري و تكون يشوف لا سنجعلك واحد و انا معجبه بك بزاف و انا نحس في راسي انني كنبغيك و لم اكتبس عليك و انا حسيت بالوحدة و حسيت بزاف دي الحويش لان هذا الفترة اللي فيها انتدست عليها تقاني و ها تشعلك و لا سنجعلك ببحدك من بعد مايكل سيبغي هدار معه ولكن هي سأجي واحد الارتباك و ستعصى هدار منه و ستمشي و بعد ذلك ستمشي لدارهم و ستسلم على امه و ستمشي نيشن على الطائر و ستبقى تهدار معه و ستقول لي ما هو شيء كاما ما هو صحيح او لا و سيقول لها اعملت الصح و في هذه اللحظة ستحسي واحد الراحة نفسية و ستبدأ تفكر بزاف دي الحويش ستبدأ تفكر التنمر اللي كانت يتنمره على أولاد المدراسة و بنت المدراسة ستفكر نهار جا مايكل عندها و يطلع على الشعر و يفوجها و يتعقى في راس ستفكر المدراسة و ستبقى مع مايكل و مايكل في ذلك اللحظة سيقول لها تحمل المسؤولية على هضراء اللي قلتي و ستبقى في الجنب ديالي و من اللي سيكون داخل المدراسة صحاب مايكل ستسلم و سيقولوا أولا تلك البنت الحشومية اللي لم تكن في ذلك الدراسة و كنت محبط أشعر ديالها عملت علاقة مع مايكل هذا ما ممكن ستدوز الأيام و ستتطور كثير و سيقول لهم شيء أخر يدوره مع بعضيات او مايكل الحيوانات و بسيف ديال الحويج اللي غيدروا مع بعضيات و في واحد اللحظة اللي غتكون في الدار ديالهم و غتسمع الأب و الأم ديالها و يقولوا بأن مايكل جار ديالهم قاتلي غير سنة و غد يموت لأنه مرض و غد لي آكي و مايكل غد يكونوا غد ديال المدراسة و غد يتلاقوا بواحد طالبة جديدة اللي اسمها ساندي و هات ساندي حجية مرضها بالقلب بحل بحل مايكل و من بعد غنشوفه آكي كتسويل صاحب مايكل و غديتكون لي هامشى الذهاب تلاقى عن عائد الميلاد pear و تنظر لي مفاجئة غدي يقول لي العائد الميلاد رغ kilometer مازيب و غد سemas استقاع ذي 와서 الى مايكل و تيوله للح Stl و غدي تقول لي ما poster Lena و غد يتقول لي ان ما تقوله ماذا 내가 بسبب analyst و غد لي يكون في القاعة لها لها تعليم و غد ليس اب Bruce فحتى Seo Lee ومايكل صاحبهم اللي غد يكونن الحفلة و لكن مايكل غد تفاجئ لها undergraduate وفحتى ساندي ولكن مايكل سيشوفه ويتعرض لها من بعد مايكل سيبدأ يعطرف لي ويقول لها كل شيء ويقول لها بأنني أنا كنت رئيسة العصاب وكنت حقار بزيف ويقول لها بأنني أنا لم أقل حامل الحياة لأن الطبيب قال لي أنك قريب سيتموت ويحبوا لي ويقول لها شوفي انتي لي رجعتني الأمل في الحياة ويقول لي مايكل في المدراسة سيشدني ويدي لها البلاثة ويوقف قدام جميع الناس الذين يقرأوا ويقول لهم أنا كنت أريدها بزيف وهنا ستبدأ العلاقة يعود أن يتزيد طور كثيرا من بعد أن نشوفوا مايكل مريح مع واحد صاحبه في المدراسة ويقدر معه وصاحب مايكل سيسول مايكل كيف بدأ العلاقة ديالك معه مايكل سيقول لي ايه أنا صاحب جحال هذه ودوست بزيف دل العلاقات ولكن هاد العلاقة هي اللي عرفت بمعنى دل الحب من بعد آكي ومايكل سيكونوا مريحين في واحد المطعم وغتجي عندهم ساندي وحد شوية ساندي ستقول له شوفي أنا راك نبغي مايكل بزيف ستعلم الحال وزيدة من المطعم تجري ومايكل سيخرج من الحمام ولن يجد ان يلقاء اكي سيعرف بأنه هناك شيء حاجة من بعد مايكل سيفعل من المطعم وهيبقى يقلب عليها سيجد ان يأتيها ويكمل ترى المطعم سيكون تكون أقعد عليها ولكنه سيعرف كيفية شيء يوقفه مثلها وسيجرح لها كل شيء ويقول لها شوفي ساندي را مجرد صديق عديلي صافي من بعد ساندي أجي عندهم ويقول لها شوفي أنا راكي بغير تنجربك وصافي حاجة الوحدة اللي نطلبك عليه هي أنك تهللي فيه لأنه ضريف بثاف من بعد يبقى يضحكو مع بعضية وحتيوية مايكل سيطيعه سيطيعه المستشفى وصاحبه ستتعصب بثاف لأنه لم يقال لي بأنه مريض بالقلب أما آكي ستبقى غير قاعدة وكتبكي لأنها لا تريد أن تخسر مايكل من بعد آكي ستكون خارجة مع السندي في الشارع والسندي ستقول لي بأن مايكل ستدري واحد العملية وذلك العملية رأى خاطرة بثاف ولكن نسبة نهاية العملية مايكل هي 20% من بعد مايكل سينود ويجلقى الأب ديال واحدة ومايكل سيحتاطر من الأب ديال ويقول لي سمح لي والأب ديال ويقول لي سأعرف العلاقة ديالك مع أحد البنس مايكل سيبقى يضحكو ويقول لي أت نبغيها بزاف من بعد سنشفو بأن مايكل بدأت يتحسن ومن لك يخرج مع آكي ويبقى يدوره مع بعضي من بعد مايكل سيبقى عند الأب ديال ويقول لي سيبقى بنتك الزواج والأب ديال عارب بأن مايكل ما بقى ليش بزاف ويقول لي ويقول لي إذا كنت تبغي بنتي غرف وتعليق لأنك من اللي غادي تموت غادي تضرها بزاف من بعد مايكل ستفهم الأمر ويقول لي شوف أنا عارب بأنه عندك الصح ويشكره ويمش هكي سمعت كل شيء ويبقى يتبع مايكل ولكن الأب ديال ما غاديش يخليه وغاديش تجار معاه من بعد غاديش يضربها وهي غاديش تخرج وغاديش تعيط لي ولكن مايكل ما بيبليش الآثر ويغد لي غاديش تصدقى مايكل ولكن مغاديش تلقى مايكل من بعد غاديشين عند الساحب وغاديش gouvernement ذي شوف صاحب مايكل سيقل له يشوف مغاديش جاء وغاديش يجيبه ويبديت أن يجرب العملية من بعد السندي تصدقى عند مدراسة وغاديش تجرب وغاديش تجربه وغاديش تقول له لكنه مفاجأة اللي يزموين بالزال ونفس الطريقة سيجمعهم في الكنيسة ويجمعهم مراسيم للزواج وفي اللحظة اللي يجمعهم في المراسيم للزواج سيدخل الأب والأم وفي هذه اللحظة سيعرفوا بأن ساندي هي اللي قدرتها كامل هي اللي قنعت والديها ومن اللي سيكملوا المراسيم للزواج سيجمعوا صورة يذكارية مع العائلة ومن بعد مايكل سيجمعهم لأدوله بشأنه يدر العملية ويبقى يهضروا غير مع بعدياته ونهار اللي سيشفيه مايكل آكي سيقتلنا فيه ولكن مايكل لا سيبالي الآثار من بعد سيباليه وستعرف بأن العملية نجحت لي ومنه سيفرحون مع بعدياتهم بزاف لأنه سيكملوا حياتهم بجوج وفي هذه اللحظة سيكمل الفيلم لا تنسفش تشتركوا في القناة تفعلوا الترس تخليوا بزاف دوني كومنتر في الفيديو خلي معك واحد لايك واتهلا